اشتركوا في القناة نجم منتقب مصر ونادي مصر المقصر زكابتن علي حبيبي عبدالحمدلله انت عامل ايه حبيبي برحب بيك فيه الله كورة انا سعيد جدا ان انا معاك في مكان زي الله كورة طبعا يعني ما شاء الله عليكو في تقدم دايما ما شاء الله الحظ ابتدأ يضحك اه يعني شوية الحمدلله طبع انت عارف طبعا مصر كلها عارفة موضوع الاصابة الحمدلله قدر الله مش هفعل لكن عوض ربنا الحمدلله احسن الحمدلله بدأت وفي نادي المقصر امور زي الفل كويسة عايز ابدأ بيك باب البداية خالص كده ما تقولي انا مشوارك مع كورة القدم بدأت ازاي اه يعني انا من ابناء نادي المؤلون العرب اه من ناشئين اه حياتي كلها في المؤلون العرب اتصعدت الفري الاول اه كنت انا وصلاح ونيني الشيلو اللي طلعنا ديات اه الحمدلله الامور كانت كويسة ماشية معنا لعيبت طبعا منتخب شباب ومنتخب قلومبي ولعيبت الحمدلله المنتخب اول بردو انا في المؤلون العرب وبعد كده روحت الانتاج اه ومن الانتاج روحت المفروض الزمالك السنة اللي اتصابت فيها بدأت في الزمالك كويس لكن طبعا زي ما انت عارف الاصابة وكانت صعبة شوية جينبينج شوية كده يعني شوية علاج غلط اثر معايا شوية واخرني الحمدلله واديني رجعت عايز بقى اخدك بقى طالع في المؤولين ما شاء الله صاروخ روحت المنتخب مكاس عالم اولمبيات قد لنا بقى فعلا اه يعني انا طبعا المؤولين يعني بيتي زي ما بيت المعظم اللاعيبة اللي هم الكبار زي كان صلاح وانيني ما شاء الله طبعا مش محتاجة الكلام على كيان المؤولين كان ساعتا كابتن وادا مساعد اه بعد كده كابتن رادوان جي بدأت امشي معا كابتن رادوان لعبت كتير اوي اه يعني كانت رومور كويسة بدأنا نروح منتخب الشباب روحت منتخب الشباب مع كابتن ضيق السيد اه لعبنا افراكيا وصعدنا تعارف جيل اللي هو واحد وثسعين لعبنا كاس عالم في في كولومبيا عملنا بطولة كويسة اوي كنا جيل كويس جدا واعتقد هديك شاي في الجيل لحد دلوقتي ما شاء الله مسمى في الدورة اه على رسوم طبعا محمد صلاح اه رجعنا اه روحنا اولمبيات اه روحنا الاول اه بطولة اه افريكا اللي بتصعد الولمبيات مع كابتن هاني رمزي تصفيات اه تصفيات كنا احنا سنا اصغر منهم وكابتن هاني يعني كان وصك فينا حوالي تسعة لعيبة من منتخب الشباب بيش تقول لك واخد كاملة ايه خد حوالي تسعة لعيبة اه يعني ما شاء الله فرقة كاملة اه فرقة كاملة يعني اه كانت طبعا يعني كان يعني احنا كنا الحمدلله قد السكة لان احنا روحنا للمغرب كانت بطولة صعبة جدا في المغرب وانت عارف كان ساعتها مصر ما صعدتش ما صعدتش بقالها عشرين سنة في الولمبيات فكانت بطولة صعبة كانت في المغرب هناك الحمدلله ربنا قدرنا والحمدلله صعدنا الولمبيات ولعبنا الولمبيات في انجلترا في فلندن الولمبيات بقى بطولة كبيرة كل العيب عايز يروح يعني فرصة جيدة انه ينتقل لنادي كبير في اوروبا. بس انا بس كان حظي صعب شوية في الولمبيات زي ما قلت لك قبل كده. انا يعتبر قبل اول ماتش اللي عيبنا اول ماتش المفروض البرازيل هناك كنا في انجلترا في لندن. اه اول ماتش كان البرازيل في الولمبيات وانا كنت الحمدلله كنت من الناس الاسية اللي كابتن هاني كان بيعتمد علي فيها. اه قبل الماتش باربعة ايام بالضبط فيه كانت امرينة كده اتصطي فيها النين يا الله يسهله وعمل لي فاس جامد شوية رجلية فتحت. اه فلحد الماتش التاني كنت الاصابة قعدت معايا كان جزع في الروباط الداخلي كان الحمدلله خفيفي بس انت عارف الجزع في الركبة بيبقى صعب شوية في الاوطار. قعدت حوالي لحد تاني ماتش وكان ما لعبت ساعاتا لعبت كنت هنزل اخر ماتش اللي هو خرجنا فيه بس ما كانش له نصيبي يعني. كنت رايح تلعب الاصابة عطلتك. ام. ادي اول مرة. لها بتلات ايام يعني احنا خلي بالك لعبنا اخر اخر استعداد لينا كان ماتش ليرز البلجيكي. اه مع المنتخب. كان ساعاتها كابتن هاني ضامم اه كابتن ابوتريكا وكابتن عمد ميتعب وكابتن احمد فتحي. كانت التلاتة معنا لو تفتكر. التلاتة اللي هما فوق السن. الكبار. الكبار اه. 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 ولعبنا كان الامور زي الفل ولعبت ماتش ليرز الاخير ده كله. كان الامور زي الفل. يا بقول لك على انجلترا اول ماتش اللي بعدها بتلاتة ايام. بتلاتة ايام. اخر تمرينة. تصابت في اخر تمرينة. فاقدر ما ما شاعفة يعني. اختك بقى بموقف كده انت اللي هتقوله لنا. كنت بقى خلاص الطيارة ايه. ام. نزلت لندن. اه. نزلت لقيت البرازيل. لانا البرازيل اه. كنا قاعدين في اه كنا في المطار. مش قاعدين كنا احنا بنازلين فماشيين. فمنتخب ببرازيل فعلا كان قاعد. وكان نيمار بقى وتياجو سيلفا وكوتيني ولوكاس. لوكاس اللي هو بتاع اه توتنهام. وحلق. وهالك طبعا اه مشاع الله. ومرسلو. فالمواقف اللي فعلا كله بيتكلم عليه ان ان النيمار فعلا كب بيكلم تياجو فعلا كب بيقوله تريكا. وقال له تريكا كابترين ابو تريكا كان معدي. يعني ما شاء الله هو مشهور ما شاء الله يعني جدا. كالنيمار بقى لسه ساعتها البطولة دي. كان لسه. كالنيمار لسه مراحش برشلونة. كان سيتها لسه. كنت عارفينه بقى وكان مكسر الدنيا. كان خلاص كان كل العالم عارف ان هو راح برشلونة كان هو كان هو اصلا يعني يمكن كان احرف من لما كان في الدورة البرازيل كان احرف من هو برشلونة اصلا. مين بقى اللي تألو في المحاضرة انت هتمسك نمار? اه كان ساعته كان ساعته نمار بلعب ركبت ناحب فتحي. اه بس طبعا يعني الماتش ده احنا الحمدلله احنا اخصرنا تلاتة سفر. شو تلاقوكات الدنيا. كان هم عارف اللي هو الخضة بقى برضو. يعني مهما انك انت بتلعب بقى نمار وتياجه ومارسيله وخضة برضو يعني فاهم? كان لسه صلاح لسه في بازل. محمد صلاح كان لسه اصلا في بازل. اه جي من من بازل كان في الدولة شجال اول سنة وراح له الانبياد. فكان نمار اه لا ام شاء الله يعني كان فظيع. انا عايز اعرف بقى كابتناني رمزي بيقول احمد فتحي يمسك. ما هو هو نمار كان بلا عار كابتناني رمزي بفتحي. فالموضوع اه اه تماما وكابتناني رمزي بفتحي ما شاء الله يعني بس برضو نمار الموضوع كان صعب جدا يعني. الشهود التاني كان محمد صلاح مصاب لو تفتكر محمد صلاح نزل الشهود التاني ملعبش اما بدأت رمضش. كان مصاب في في بازل. نزل ما شاء الله قلب الموازين. الحمد الله كان اصلا جلنا في الماولين كان كواس جدا. حتى بعد مصلاحه اني ماشي. يعني كان زيكا محمد فاروق. كان باسم علي. كنا جيل كويسة اه محمد رزق. محمد رزق اللي هو في اسوان. اه. كنا جيل كويس جدا. كان بعدها رزق وباسم وفاروق راحوا الاهلي. اه. التلاتة راحوا الاهلي. اه. كان مفروض يبقى معام علي فتح. كان مفروض اه. كان في كلام فعلا في النادي الاهلي. بس يعني اه ما تزبطتش السنة ديت. قالوا لهم اربعة كتير. اه. غالبا اه. كان تلاتة كتير. كان كنت اه علاء صادق اعتقد صاح كده. اه. هو كان مدير الكرة هو اللي جي خلص. التلاتة العيبة. بس كان السنة دي كنا كويسين جدا. يعني كنا يعني الامور كان كويسة اه بسرعة. بعد كده رحت اه مديرا. بعد كده بقى السنة اللي بعديها. بعد ما الشباب راحت الاهلي. كنت انا محمود عزت. اه. روحنا كان جايل جايلنا عرض في ناسونال مديرا. عن طريق عبر حمان مجدي. وآآ وكان جايلنا عرض برضو في رومانيا. اه. لكن ايام شريف حبيب. حتى اتكلم معنا وبتاعه. وكاننا عرض الفلوس المدين احسن في ناسونال مديرا. وبرضو احنا حسبناها برضو كان هناك صالح جمعة. كان مسابيع. قوت المصريين. كان سعادة صالح. وعلي غزال هناك. وآآ في السنة دي برضو محمد ابراهيم راح ماريتمو. آآ آآ. راح ماريتمو. كان آآ 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 مروام محسن. راح برضو. مروام محسن راح من بترجيتة اعتقد من الراح الاسماعيلي. هو احسام حسن. هو احسام حسن عليك نور. كنا سعادة كان سعادة بيقول لك مقرباص طالع من مصر راح البرتغال. آآ فبس بعد كده بقى رجعنا. رجعنا. هي رجع هي. رويح جاي كده. لا يعني لعبنا خلصنا السنة. وكابتن حسن شحات اه كان جيمسك الماولين العرب. وكلمني. وانا هناك. قال احنا عندي تعارتك انت محمود عيس عشان ما يحتاجينك. استعبت كويس هناك بس. آآ. هناك طبعا انت عارف الموضوع برضو خلي بالك ناسونال مديريا مش مش في رأة طب. في البرتغال برضو في الدور البرتغال. بس هي من الفرق الوسط. فالموضوع ممكن مساعدتش شوية ازا كنت انا ومحمود عزت. آآ رجعنا آآ رجعنا بقى كاملنا مع الماولين العرب. كان ايام كابتن حسن شحات كان ما هو موجود. وكان مننا معهم الموسم كله. وبعد كده روحت الانتاج الحربية عارة. انا روحت عارة. بس روحت عشان كتشفتها في الماولين. روحت اخر بقى كامتش. ملعبتش. آآ كابتن شاوي غريب. يعني ده طبعا يعني انا بدي له التحال ان هو ده فرق معي جدا كابتن شاوي. يعني في مداربين كتير بس كابتن شاوي غريب ده بالنسبة لي في حتة تانية خالص. آآ كان كان ساعتها الانتاج الحربي لسه صعبة. ساعتها بقى لما جابت النجوم كلها. ساعتها كابتن شاوي كان كله بقى هو كله اولا طبعا الانتاج ده آآ مؤسسة حاجة كمة في الجمال يعني. يعني بشكرهم طبعا لان هم فرقوا معي برضو. لكن برضو كابتن شاوي غريب كان ليه عامل في حاجات كتير اوه. انا برضو اجي لك زدان. فبرضو دي اه مش سهل. يجي الانتاج الحربي. انا عايز اعرف منك بانتو عاديين فوت اللبس مرة واحدة ازدخل عليك. اه. يعني انا عرفت ان كابتن محمد فضل وفيتو وفتح الله. اه كابتن انا سنة عار. لايه بقى هناك شهاب. اه احمد مجدي. اه لؤي. محمود رزق. كل دول جمر. عامر عامر. عامر عامر. كنا احنا دول الزغيرين. بتوقع الفرق. الكبار بقى ما شاء الله حد السورة حرك بقى بقى جاب بابا عاركو. كابتن شاوي جاب بابا عاركو. بقى ايكاة شوية بعد ما الدنيا مش جده طبعا. ايكاة شوية بقى لقينا زدان جاي. طبعا الموضوع كان كبير جدا. يعني حاجة كان اولا كان نزبط بالنسبة للنادي الانتاج الحربة في مصر. ان كمية النجوم دي اصلا موجودة. بس انا عرفت ان زدان اول لما دخل قوة تلفس الانتاج الحربي. عمل عمل الحاجة الجملة انت هتول عليها دلوقت. زدان دي يعني. بس او كابتن زدان اه هو انا برضو معرفوش اوي برضو. خلينا برضو بس سرحة ان هو ستة شهور بس معرفوش زي اللعبة الكبيرة طبعا. لكن اه هو برضو عايش عيشة اوروبا. هو الموضوع طبعا مختلف خلي بالك برضو يعني. طبيعي ان هو ييجي الموضوع يبقى مختلف يعني. فحاجاتك اصلي فيها حاجات داخلية كده كتير حصلت طبعا مش عام فانا اتكلم فيها. لكن برضو هو الموضوع بالنسبة له مختلف. يعني. ده عزمات كتير حصلت. عزمات كتير. لا كتير. هو هو مش متعاود. اصلا انت برضو انت بتتكلم واحد يعني بروسيا دور دومن. نزام اه اه او اكانش الشوزهات الحمامات. طبعا الحاجات دي مختلفة خالص هنا في مصر فاهم? ده طبيعي يعني مش الانتاج الحرب بس في كل الامدينة. هو جسد شهور. جسد شهور. عمل كم كم ازمة فيهم بقى. اه ازمات كتير يعني ازمات كتير بس هو برضو يعني في الاول واخر كان مكبر كابتن شاوه غريب. يعني كابتن شاوه غريب. يعتبر كل الجيل الكبير ده ولاده. فكله في الاول واخر كان بيرجل لكابتن شاوه غريب صحي. الدنيا مشيت الزمالك شارعة لفتحي. مبلغ كويس قوي ساعتها. وخلي بالك انا حسابتها برضو لان الاهلي كان ساعتها السنة ديت او قبلها على طول كلم علي معلول. فعلي معلول جي والزمالك حتة الباك شمال دي كان فيها مشكلة. كان اللي بيلعب حماده طلبة. او تفتكر. فالواحد بيلعب بيمينه فيه مشكلة في المكان ده كان ساعتك ابتنعب شافل لسا مرجعش. فانا برضو بقى حتة الزمالك ان انا هروح برضو ما الواحد بيبص هيلعب. يعني فهم? اي 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 اي. يعني موضوع متيسر ازاي انت راح برضو فرقة كبيرة. انا دي الزمالك يعني ما ازا كان اهلي وزمالك دوله الطب بتوع مصر. فروحت بقى نادي الزمالك. بس. روحت ولحبت على طول. انا روحت انا بص عايز يقول لك الحاجة. انا اقيدوني افريكا. تمام? انا روحت اتمرنت تامرنتين بالزبط. وكان كابتن محمد حلمي هو المدير الفاني. روحت بزبط تامرنتين بالزبط. وسافرت لنوبة افريكا. هنلاعب صندونز هناك. رجعت. ساعات هخلي بالك بقى انا هناك حسب بواجع رجلي. في الاصابة بقى اللي كله كان بيتكلم عليها. بدون تدخل بدون اي حاجة والله يا عبد. بنزل بنزل من ع السرير والله العظيم يا عبد. ونقول اي حاجة واليوم زيل فل وكل حاجة. نمت صحيت بنزع رجلي فيه واجع. في واجع في رجلي غريب بقى. انا اول مرة اجيلي واجع في رجبتي. ما تصبتش خالص في رجبتي. فحس ان في حاجة مختلفة خالص. امشي في واجع يا جماعة في ايه اه اتمرأ اعمل تلجة وبتاع التامرنتين كانت خفيفة عشان انا لعبت الماتش هناك انت عارف اللي تاني يوم بيبقى التامرين خفيفة لله بتسعين دقيقة. بعد ايام دخلنا طبعا الامور طول ما انت ما بتعليجهاش وانت عملت اتمرأ انا عملت اعمل حلقة حمل. الموضوع بيزيد ده طبعا. بعد ايام لعبت ماتش الاسماعيلي. ماتش الاسماعيلي كسبنا اربعة صفر. بعد اربعة تيام انا لعب الاهلي في النهائي. بص ماتش الاهلي ده بقى انا بلعب في شوكة في رجلي. وقبل ما تلعب انت معرف. وهم عارفين. عارفين. ومديني حقنة ومديني مسكن. جهاز الفني عارف وجستك. ساعتها بقى. بعد ما رجعنا من جهاز الفني كان كابتن اه مو من سلمان. الامور زادت بقى. بقى انواع بقى العلاج يعني اه اللي علجني بشمع. بجد الشمع سخر. ولي علجني بديه بمساج وده غلط. انا عارفت بعد كافة ما سافرت احماني ان كل ده غلط. انا مكنتش عارف. تا كلي ده بقى بعد الماتش بتاع افركيا هناك رجعت عملت تعليغ غلط. اعملت على غلط. عادى اه واديتت علي. انا صافرون الالمانيا بعد حوالي اه ثمن شهور. اتمن شهور بتاعليغ غلط فعلا. اروح هنا وادفع من جيبي واروح هنا واروح هنا لحد ما سافرتي المانيا. تدفع من جيبك النادي ما دفعش حاجة. اه مش مش النادي ما دفعش. اه يعني باطلع انا برا واروح هنا بعمل كل حاجة. اه اه ده ببين لك ايه ببين لك ان انا بسعى. محدش طبعا عارف هو انا انا بس الوحيد اللي عارف. واهلي بس عارفين. بروح يمين واشمال وعايز عايز ارجع يعني. جهاز التب في النادي ويأس. اتغير تلاتة. بسببك? اه طبعا. انا مصطفى فاتح. طبعا عزوني طبعا. عزوني. عزوني. لحد بقولك مسافرت علماني. سافرت وزبطت كل حاجة وروحت هناك. روحت بقى البروفيسير هناك. ما شاء الله يعني حاجة جميلة خاصة. علمان دول فعلا في حتة تانية. قال لك يا ولا مش يعني. بس انا اول ما روحت له. انا بكلم انجلش كويس. مش او يعني مش برفك بس باتكلم بعرف اتكلم هو كان بيتكلم. طلعت الدكتور برا. دكتور بتاع النادي بتاعنا طلعته برا. كان مسافر معك ساعدة. بعد ما دغير. طلعت ودخلت قعدت انا ببروفيسير. طلو بس انا مطغوب جدا. جدا. اه الجماهيري ضغطان انا انا بلع في نادي كبير جماهيري في مصر. كبير جدا. وانا بقالي كزا. فبعد اذنك لو في عملية ما تترددش. قلت له كده والله عبدالله. طلو بعد اذنك لو في عملية ما تترددش خش اعمل العملية. انا عايز اسرع وقت. قال لي بوس يا كابتن. انا ممكن بالزبط كده والله. قال لي انا ممكن ادخلك عملية واخد منك فلوس. بس لا دي مش من الامانة يعني. انا كنت مضغوط اول فترة دي وكل عمال يتكلم علي كلام ايه الشهيد. اصابة مزمنة. ضغط كان فظيء ومحدش فهم اي حاجة. فهم? انا بس اللي مضغوط معي امي واهلي وامراطي. بس انا اللي شايل الليلة كلها. محدش فهم حاجة بقى. قال لك تاخد قدي علاج وتنزل ملعب. شهر. تنازل. اه. ابتدت بقى الكلام يطلع. ويزيد. اه. عنده اصابة مزمنة. اه. اه. وانا نزلت الملعب. خلي بالك انت تفتكر طبعا الكلام ده. انا كنت بتمرن. كنت بتمرن. في الملعب وشغال زي الفلة وبتاع مع نيبوشة. مع الراجل اللي هو نيبوشة. الله سياهله يعني برضه وكان علامة استفاهم كبيرة. كنت بتمرن. والصحافة بره بتقول علي مصاب. لو تفتكر مرة انا كلمتك. انت عشان يعني قريب مني كلمتك قلتلك. انا دلوقتي بتمرن يا عبد مش عارف عملي انا بتمرن وبطلع بيتكتب علي ان انا مصاب. او ما بيجيش التمرين. كان غريبة جد ما بيجيش مصاب. وانا بتمرن. مش ممكن دي ده لصالح مين? معرفش. عارف. اه ما معرفش عشان يعني ممكن تكون صالح حد معين بس انا يعني. عارف لصالح مين? اه. بس في الاول والاخر برضو. يعني في الاول والاخر ربنا سبحانه تعالى كبير. اه موضوع اصابة المزمنة ده. وانت فاز العلاج. كان بي. كنت بتشوفه ازي انا عارف انت كنت بتتابع جدا. بقولك ضغط صعب جدا. لأ ضغط صعب جدا. اخلي بالك برضو. ما برضو انت بشر. كل واحد ليه ليه طاقة. مهما ان كان انا في الاول ماشي. انت عارف ان انا بعيد عن السوشال ميديا اصلا. فاماشي ماشي. بس بعد كده بقى الموضوع بقى لقيت اللي حواليك بيتأثره برضو. لما لما مامك تتأثر. لما امراتك تتأثر. لأ طبعا. يعني الموضوع كان صعب جدا. اللقب الاصعب عليك انا فاكل وقتها. الشهيد. الشهيد. ما حدش فهم حاجة. الشهيد يعني اللي يقولك ده واخد طلقة وآآ. خلي بالك برضو. في عالة صغيرة ما احنا عارفين في الموضوع دا. والجماهير برضو انا عيدة وزيتها لما الناس بتكلم. من فضل الله الناس بتحبيني يعني. لان انا الحمد الله انت عارف يعني انا الحمد لله ولا عملت مشكلة ولا ولا بعمل مشكلة. لكن لكن الناس الجماهير اللي كنفعونها. ما برضو عايزينك تلعب. شايفين فيك حاجة. رغم ده ملتمس العزر للجماهير. طبعا. ايوة طبعا. اه لما قريت على السوشيال ميديا لقب الشهيد والكوميكس اللي تعمل سيطة الفترة دي. كوميكس كتير جدا. يعني اه لو اخد طلقة ده مش. ما حدش فهم حاجة. خلي بالك مع ان ايه اه مع ان ممكن كلمة تتأثر فيك. وده طبيعي ايه. عشان كده نبعه السلام. قال اه يعني ان تاكل خيرا او اللي تصمع. يعني لازم تقول حاجة كويس. يا ما تقعد ساكل. اتأثرت باللقب. طبعا. انا كنت عارف ان الفترة من الفترات الزمالية جاب لك شيخ. اه لا 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 ما عادتش مع لا ما عادتش مع شيخ ولا حاجة بس كان المستشار مستشار مرتبطان مصور يفضل يقول لي بص علي انا بحبك كده بالزبط والله. كان بيقول لي انا بحبك يا لا علي عشان انت محترم ومقدم. بص علي انت ملكش حظ. انت محسود. كان بيقول لي كده على فكر. وانا اقول له اخلق لان انا برضو. هو طلع اتكلم اه سايتم اتشار اتكلم في موضوع الاصابة المزمنة. برضو من كتر الكلام وبتاعه. وبعد كده هو طلع قال لا علي. ميلي كان موصله انت عندك اصابة مزمنة? مش عارف. لا مش عارف. بص خلي بالك قصة خلي بالك. اللي بيزه كتير. يعني الجهاز الطبي يأس من اسابتك. لا هو ممكن يكونه خلي بالك الجهاز طب اكيد اتكلم علي. يعني مش ممكن ده اكيد. يعني انا دلوقتي انا السبب عندي. فمش عايزة اخلي السبب عندي فهلبسه لعبده اه فهم? ما فيه حاجة اسمها كده? ازا كان انا السنة اللي قبليها انا جالك من الانتاج الحربي صح? جالي من الانتاج الحربي. لعب مع كابتان شاو غريب الماتشاك كلها الاربعة تلاتين ماتشا. تسعين دقيقة. فيه كده? وانت بتتكلم هارجع لكلامك قلت انا النادي بيدفع الفلوس وبرجع خصمها مني. اه انا ليه فلوس في نادي الزمالك كتير? انا ماخدتش فلوس في نادي الزمالك. ماخدتش اي اه مش رايزة ما اقولي الرقم بس حاجة لا تسكر اقل من ربع عقل دي. يعني ما اخدتش حاجة اصلا. وخاصة ما وليه فلوس العملية? خاصة انت كنت لعيب في النادي وقتها. منها بقى ما ما تعرفش. دلل على كده لان انا اللي محكم لي اقل اصلا من حقي اصلا كتير. اه رفعت الناس فاكرة ان انت. اه الموضوع ده. موضوع القضية اللي انت رفعتها الزمالك لسه حديثة. اه انا القضية دي مرفوعة من ثلاث سنتين ونص. ومحكم فيها من سنة اللي فات. الموضوع ايه اللي جابه بقى ليومين دول ما تعرفش. اللي صالح مين ما تعرفش? انا كنت واخد بالي من الكلام اللي بيتقاله وكنت بخش اشوفها على صفحات نادي الزمالك. اه كلام كتير وعالي واشتكي وانت وانت لعبت وانت عملت حاجة. والكلام ده من اصلا وانا في النادي. بعد سنتين علي فاتح الناس مش عارفة ورجله في الملعب هو كويس. هو اتحسن الموضوع لصابة مزمنة. خلي بالك انا اقول لك الحاجة. انا كمان لما ارجعت الانتاج. انا ارجعت الانتاج مع كبت المختار مختار. انا وانا بلعب الناس كله ده فاكرانا لسه مرجعتش. يعني انا موجود والناس كله ده فاكرانا لسه مرجعتش. لسه لقى مش شاهد برضه بطيقراحك. اه اه. لا خلاص الموضوع. بقى في ناس تانية هم بقى بيخش يعني فاهم اي حد بياخد مودة كده. ربنا يا رب يا بيدا لصابة عن الناس كلها طبعا. فقعدت فترة كده وانا بلعب في الانتاج برضه الناس مش اااا. مزاي الزمالك تعالى في الوزبط مزاي الزمالك ده طبعا. انا مش شفوك في الشرعة ودك انت بتلعب في نكابت اي اي وا كده. وانا بلعب في دور مداز بلعب مع كده المختار في الانتاج. بقى كبقى السنة التانية خلاص بقى وكله بيشوفك بتلعب مع تشاط اهلي والزمالك فكله شايفك. اخدك بقى يعني شوية من الفترة الصعبة بتاعت الزمالك ده اخش بقى حلقتك بصلاح والنني. اخوات. اخواتي اخواتي اصلا محمد صلاح ده صلاح والنني. بس محمد صلاح اكتر لان انا محمد صلاح كنا عادين انا هو في اودا واحدة في فترة المبنون العرب كلها. والاودا اللي جنبنا نني وباسم علي. محمد صلاح اعرب لاني يعني اه ننزل مع وعد نروح وبعد ما بقى كان بيجي لي البيت عندي في حلوان يعني فاهم بيأكل عشو ملح معايا فاهم ويحب الملخاة بتاعت الحجة وبتاعة. فلا علاقت بي طبعا قوي جدا. لما جادو الزمالك انا عارف ساعتها كان هو في الماولين وانت كنت معاه في الاودا. كان هو زيحل الموضوع ما تمش? اه محمد خلي بالك محمد بيدم بلغة الله مش يعني انا شهدت فيه مجروحة. لكن هو الطبيعي اللي هو وصله ده من عقليته فعلا. هو من صوره مختلف. زمالك جاء لك انت وهو مع بعض. اه وقت كابتن حسام حسن. وباسم. وباسم انتو تلاتة. اه اه احنا. الموضوع انتو التلاتة ماكملش. ماكملش. وصلاح كان في السنة ديه كانتش بلعب بشكل السي مع المولين ده كان لسه تقول لها. اه دي حقيقة. كنت انا كان صلاح مع كابتن حمزة الجمل ايام كابتن حمزة الجمل. وما كانتش متزبطة معاك وانت صابق اعطاك فترة صلاح في واحنا واحنا في المولين. بس بعد كده ما شاء الله بقى معك. تبتقدم مع بعض تقول له. اه النفسي موضوع ازالي. اه دي حقيقة. بس ما زعلتوش لما ماكملش. اه لا اكيد زعلنا. اه زمالك برضو. انت بتكلم في زمالك يعني طبعا ماقول له عرب ديه بيتنا وبتاع. بس انت بتكلم في اهلي زمالك دول بيبقوا في حتة تانية ده طبيعي. ليفل تاني في مصر. فلا اه طبعا يعني كان نفسنا بس برضو يعني اه المولين زي ما تقول اي ايه كانت حتى برضو كان يعني مسلا يجي لنا عرض تلاقي المولين ايه بجد الله العظيم. يجونا كده ينادونا نعدل عقدنا. وانا صغرين. هما كانوا بيحبونا جدا. احنا التلاتة بصراحة. انا بصراحة وانني من ناشئين. بش بصراحة مش عايز يزعلن في اي حاجة. احكيت جروبي الواتساب ده اللي انتم. اه عصابة دي بأه. ده هو جروب انا وصلاح والنني. وباسم باسم علي وسايد شعبان. سايد شعبان كان لعيب معنا في الماولين في الشباب. في الماولين اكبر مننا شوية. وجلاني محمد جلاني طبعا طبعا في جلاني. اه فجروب بقى بيبقى كله دي يحكي بقى وهزار وصلاح يقفش ده وما يقفش ده. فكان مررنا من بعد اكتر طبعا. حتى لان بحكم ان صلاح كانت ساعتها صلاح اه الجروب بتعمل وهو صلاح في تشيلسي اول ما راح تشيلسي. وكان النين في فيازل. بعد كده بقى روما بقى وفيرونتينا وبتاع فمكمل معنا. الجروب استمر لحد اه موسمين. اه لحد السنة الفاتة. لحد السنة الفاتة او السنة ونص كده. بقى كده برضو اه يعني الدنيا برضو يعني مش هقولك يعني مش تأسير بس طبيعي برضو. يعني انت مسلا انت ممكن تكون في بيتك. وفي شغلك ومضغوط. بعيد عن صحابك شوية. ده طبيعي على فكرة. مش بعيد كل البعد. لا ممكن شهر اتنين تتقابلوا. ده طبيعي. انا انا في حياتي كده معنا لي اخواتي وصحابي برضو. ما متقابلش غير كل فين وفين. فطبيعي. اه انما اتلاقي مرة واحدة كده من التسل رفع سمات تليفون ما اتسل. رقم برايفت نمبر طبعا يتسل ده اي فاهم? رقم برايفت ده بتاعف ان هو محمد صلاح. مكتوب برايفت نمبر. اه. من غير ارقام. اه بتاعف ان هو محمد صلاح. مش هيبقى النني يعني هيجيل محمد صلاح. النني رقمه عادي. عادي يعني رقم مصري يعني ما? بس يعني الامور زي الفل الحمد لله. اه صلاح كم من اكتر الناس وقفة جنبك ساعة اصابتك. صراحة جدع. مع الزمال. اه ومش شرطة مع اي ممكن يكون معانا عشان انا يعني اخوه بتاعه ورايبين من بعد اوي زي بقية الجروب يعني اللي هو انا. لكن هو جدع. يعني مع مع مؤمي ربنا يشفيه ما بتأخرش. مع مرة ولا ما تصاب مش هيتأخر. اي حد صراحة على طول كده. قال لك ايه في الفترة دي? قال له لو عايز تيجي انجل طورة تعال. هجيبك. بس انا كنت ساعات الفترة ديت كنت خلاص روحت الالمانيا. والامور بتحسنة. معارف انه تكلم معك كمان في مستقبلك ناصحك. اه. صراحة يعني جدع وصاحب صاحبه. واتكلمني على فكرة خطوة وخلي بالك. هو طبعا محمد صراح طبعا ليه دلال في المولين. يعني يعني الناس بتحبه جدا طبيعي يعني ده. انا لو كنت عايزة راجع للمولين بس انا محبتش الموضوع يعني. محبتش ان يبقى في كلام. ان انت ترجع الانتاج وهم عايزينك بتبقى افضل. يعني انا فاهم ساعاتها الفترة ديت المولين كان عندها اتنين باكلفت. فطبيعي ان انا بعد الاصامر بكلام فترة الاصامر. فكان انسى بحاجة كان ساعاتها كابتن خالد اه مهدي كلمني ربنا يشوي يا رب. كلمني اللي تعالى الانتاج لان انا الحمد الله برضو كنت ماشي معهم كويس او ايام كابتن شاوي. فارجعت بقى الحمد الله عن طريق الانتاج الحرب يعني. زاكرتك كوي? يعني مش او بس يعني. نروح للزاكرة مع الكابتن علي فتحي ونشوف زاكرته فعلا كوية ولا لا? كابتن علي لسا مكملين معك. عايز بقى اول انزار حصلت عليه في الدورة مع المقاولين. كنتو بتلعبوا في ريت مين? لا انا فاكر اا امبي. اش امبي? لا. كان موسم الفين وعشر الفين وحداشر. اسماعيلي. اسماعيلي. اسماعيلي اعا كان تاني ماتش كده. انا اول ماتش لعبت امبي اول ماتش لها في الدورة المنتزل لعبت امبي كان على ولد سلمان كان فاق قوي. اول هدف لك في الدورة مع المقاولين. كان في مار ما طلعي الجيش مين كان جون طلعي الجيش? او انا فاكر الجون ده. بس مين بقى? اديك اختيارات? او انتا بديني اختلاء. مات السايد محمد بسام? عماد. عماد السايد صح ما. امبوران تايد كم? ااا. خسرنا اعتقد صح? خسرنا. خسرنا اتنين واحد. اتنين واحد مظمونا. يعني يوم ما تجيب الجون الحظ برضه خليه ايه صحب خرصت هدف مع المقاولين في مرمى بيترو جيت وكان المادي سليمان الحارس مبارانته هيت كم لا انا فاكر الماتش ده بقى يعني الماتش ده انا عملت كل حاجة في الماتش ليه بقى انا انا اول جون كسبنا اتنين واحد مظبوط صح كده اول مشاركة ليك مع عزة مالك كانت امام سانداونز سانداونز هناك بسيطة دي تنسيهاش دي خلاص او ماتش ليه طبعا مع الزمالك اخر مباراة تواجدت فيها مع الزمالك كانت امام تواجدت حتى وانت عالدكة كنت في الدكة الماتش ده النهائي لا لعبت في الدكة انت وجدت عالدكة في ماتش في الدوري اخر ماتش اه اه استنى صح بعد النهائي دجلة ماشاء الله الزاكرة عالمية تدي نفسك كم من عشرة في الزاكرة تمانية ده تسعة تسعة طبعا كويس ماشاء الله هنلعب بقى معاك لعبة منتو مان مش انت مالك المانتو مان اه اخت رقصنا ولا احنا انا استرلال ان شاء الله هرقصك هنروح لفاكرة المانتو مان مع الكابتين علي فتحي تشميسة اول عقد لك في المولين انت وصلاح والنيني كان كام كان كنت انا ونيني اه مائتن الف وكان صلاح تلتمية اعتقد كان هزت منين او خمسين مائتن وخمسين يعني حاجة كده يعني كان صلاح وزت منين شوية كوبري موقف كوميدي بينك وبين صلاح لا يا مواقف كتير بس يعني هو صراحا هو دائما كنا نحب نأكل من حمام فرحات فطلبنا حمام فرحات وطلبنا كمية كونه كان النيني برضو كان بيأكل معنا فالمفوك كنا نحاسب ما حاسبناش خليني الراجل اشتغنال حد ما راح لنيني ونيني في الآخر دفع فكان صعب جدا نيني هو بيت فكالموضوع كان صعب جدا بالنيني فده كان مواقف كومدي بس هو خلاله كان ضحك بقى مش طبيعي يعني ان اني هو دفع عندي حاجة كبيرة ان اني يدفع دي كان حاجة كبيرة خالص يعني دفعك اه؟ لا مش فاكر بس كان مبلغ خلي بالنسبة انها كان ساعتها وقتا كنا احنا شينفى كان مبلغ باكورد من اللعب اللي كان بيصار باخبار انك مصاب وما تروحش التملين رغم وجودك يوميا لا هو مش عارف يعني هو انا عارف بس مش هينفع اقول لان ما ينفعش يعني اقول فنعليش نعدي بالسوال ده عديم لزك ياعني جروب الواتس ايب بتاعكم كان اسمه ايه؟ بس عجوة كان شخص حاوة كان حاجة كده يعني كان جروب كنت انا…. عطاك كان محمد صلاحوة اللي عمله لانى محمد صلاحوة اللي كان عمل الجروب فكان عطاك ان كتب حاجة كده يعني بس كان مين اللي في الجروب؟ اللي في الجروب كنت انا وصلاح ولنني وباسم علي محمد فاروق سيد شعبان محمد الجيلان كنا احنا كلنا في الجروب ما بيجي لك بتعرف ان ايه ده صلاح صلاح على طول يعني هو مرة اتصل بيك كذا مرة حتى سيد شعبان صاحبي اتصل كلمني هو وجلان قالولي يا ابن صلاح بيكلمه كنت انا ساعتها كنت في تمرينة فطلعت لقيت برايفت ممر ان انا بقى حاول ان انا كلمه دي فتستنى بقى لحد ما ما تكلمك بقى تاني بقى فبس على طول برايفت ممر بمحمد صلاح قال لك ايه بمناسبة الاركام الكتير اللي معك دي اه قال لي يا ابن انا بغير اركام كتير للأسف دي من مشاكل يعني فمرة كلمني قال لي يا ابن ده انت لو محمد صلاح مش هدغير كمية الاركام دي يعني فبس هو من هو فكاهي برضو محمد صلاح يعني بتعرف تعب اكسو اه يعني قل لك بتاعلي ابدأ الاكسو ماش قل لك تكسب المرات دي با نا ان شاء الله اكثر قل لك قل لك قل لك اه 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 بسرعة اه ايه اكتر كوميكس قريته فترة الزمالك وقعدت اضحك عليك نعم كوميكس اللي كان بتعمل عليك هو كان كوميكس كانوا كتير كان الناس اعطيت الفرض بالناس كلها مسترماني كان طب لا هو بتاع طلعت فرض ورجع وعلي لسه مجاش دي من الحلقة اللي بحكيت نفسها بس يعني عادي لانه دي مطاهمتك يعني اوقات بصراحة باعلي بقى فكر خلاص ازاها ان انا فانت فيها دي خلاص كنت اغلب مواجبها بجيحة خلاص يعني بجام اتطمينت عاديلي انا رجعت قصة خلاص 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 يعني انا خلاص هرجع فعارف ان انا هرول بجيحة خلاص صرفتان اوارتان حبيبا انا وصلتين ان انت معانا انت انا اسعد الله ونفسي جيد ان انا معاك ويلا كورة يعني ما شاء الله عليك والله وان شاء الله بتقدم اشتركوا في القناة 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 شكرا